مجهزا لأهم الأنباء أهلا ومرحبا بكم التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العالمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باللجنة الفنية التحضيرية للقاء التشاوري للحكومة وسلطات المحلية المزمن عقاده خلال الفترة المقبلة تحت شعار التنمية المحلية الطريق إلى الاستقرار وطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على الأفكار والرؤى المقترحة لإنجاح اللقاء منوها بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الفنية والحكومة والسلطة المحلية للتحضير الجيد للقاء وأهمية تعزيز الشراكة مع الفعيلين المحليين والدوليين والعلاقة الوثيقة بكافة الجهاد لتحقيق الأهداف المرجوة من اللقاء وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أهمية إشراك القطاع الخاص كقائد الرئيس في جهود التنمية ويعادة الإعمار وتمكن السلطات المحلية من الوفاء بالتزاماتها استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العالمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الصحفيين الأحرار المفرج عنهم من سجون الميليشيات الحوثية معربا باسمه وأعضاء المجلس عن خالص تهاني بالحرية للصحفيين الأربعة المفرج عنهم مؤخرا واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من الصحفيين إلى شهادات موجزة حول ظروف اختطافهم وإخفائهم وصروف التعذيب التي تعرضوا لها بأيدي قادة الميليشيات مشيدا بالصحفيين المحررين وشجعاتهم وصبرهم في وجه الميليشيات الإرهابية مؤكدا أن ما تعرضت له الصحافة من انتهاكات حوثية جسيمة لم تحدث في تاريخ السلطة الرابعة منذ نشأتها في البلاد وتعهد فخامة الرئيس بجعل قضية الإفراج عن بقية الصحفيين أولوية حكومية قصوى موجها الحكومة بتقديم الرعاة الصحية للصحفيين المفرج عنهم ودعم أي مبادرات جماعية من جانبهم افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك المركز الوطني للطب الشرعية التابع لوزارة العدل بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتفقد الدكتور معين عبد الملك ومعه وزير العدل المكونات المركز وطاف بأقسامه واستمع إلى شرح مفصل من قبل مدير المركز والخبراء ومواثلية الشركة المنفذة عن مكونات ومعدات المركز والأجهزة الرئيسية فيه وطريقة عملها مؤكدا على أهمية هذا المركز النوعي في إحقاق العدالة الجنائية مشيرا إلى الحرص على توفير الكوادر الطبية المتخصصة في المركز وجه رئيس الوزراء بضرورة التركيز على العمل المؤسسي لتطوير أداء الطب الشرعي وانتقاله من مرحلة تشريح الجثث إلى إصدار تقارير طبية علمية يستند عليها القضاء في أحكامه زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مبنى ديوان وزارة العدل في مديرية المعلى بعدن أطلع على سير العمل بالوزراء وخططها وبرامجها التي تنفذها وطاف رئيس الوزراء بقطاعة الوزارة واستمع من وزير العدل والعاملين إلى شرح عن سير العمل في قطاعة الوزارة المختلفة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية أقب ذلك ترأس رئيس الوزراء اجتماعا لقيادات وزارة العدل بحضور وزير المالية تم خلاله مناقشة أهم احتياجات الوزارة وخطط العام الجاري وأكد دكتور معين عبد الملك دعم الحكومة لخطط التطوير والتحديث التي تنفذها وزارة العدل أعلنت وزارة الخارجية عن إطلاق الرحلة الجوية الأولى لإجلاء الرعاية اليمنيين من مدينة بورتو سودان إلى العاصمة المؤقتة عدن لعدد 179 مواطنا على مثل الخطوط الجوية اليمنية وسيتبعها ثلاث رحلات أخرى اليوم وغدا إلى كل من مدينتي عدن وصنعاء ووضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه سبق أنه سبق إجلاء قرابة 865 مواطنا بحرا إلى مدينة جدة بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية وأن العمل جار لإجلاء كافة اليمنيين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن مثمنة في هذا الصدد التسهيلات التي تقدم السلطات السودانية فيما يخص تنظيم عمليات الإيواء أو الإجلاء ختام الموجز شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة